السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. معلش انا من باب العشم يعني طالب النهاردة حاجة من اكل العشب. من ابناء نزوات الصيفية. معلش. احنا كلنا في مركب واحدة. للأسف الشديد يعني حاجة تعر يعني. بس احنا كنتنا في مركب واحدة. فاحنا عاوزين انا يعني عاوز اطلب بالنوقع طلب. لان انا يعني عاوز اطمن الاول على المشمالد السن الشكري. اللي هو سفاح الميكروفونات. واسد الخارجية. وقاهر المايكات. مفيش مايك بيقدر يصمد قدامه اكتر من اربع خمس دقايق. فكت تعاوزكم انتو عشان طبعا بينكم من بعض عشب زي ما قلنا واحنا مفيش ودة بيننا وبن بعض تطمنوا عليه الاول وبعدين تقولوله يعني طب وبعدين. فوقعت سبع سنين لحد ما فهم ان اثيوبيا بتماطر. بعد سبع سنين. اه دوب. واسبك ان احنا كنا بقول كده بالاول. بس مش مشكلة وانتو كابنائنا زواج صفية كنت بتزعله. مش مشكلة الناس بصفية برضو. يعني طبعا بيبقى لها برضو سلبيات يعني. واخد بالك. طيب هو فهم من خليل خمسة ايام وزعل. هو لسه زعلان. يعني يعني لسه مصدوم وكده طيب معنا يشد حيله بقى ويقف على حيله. ويقول بقى احنا. ويقول بقى نويين يعملوا ايه صح ولا ايه? يعني هو راح طلع وقال حاجتين. قال ان اثيوبيا بتتعمل معنا بشكل وحش جدا جدا واللي بتعمله معنا ده وحش قوي. يعني هو اهم مرة اكتشف ان اثيوبيا بتعملوا حاجات وحشة. طيب. وان الحاجات الوحشة دي هتسبب لمصر خراب. طيب. ده الكلام ده كان من اربع اخمسة ايام. طيب هتعمل ايه بقى? ما انت طول ما انتها تساكت كده اهي. تقول له يعملوا معك الحاجات الوحشة دي ولا انت استحلت يعملوا معك حاجات وحشة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين. محضرتك اكيد بتقابل بلح او معك تليفون او اي حاجة. عمامه تعرف توصله. طيب ما تقول له ان اصيبه بتعمل انا حاجات وحشة. اه صح ما اقول اصح ما اكيد اعرف طيب ما هو يعني طب ما اتكمل انت مع بعض موضوع الحاجات الوحشة ده وتخله موضوع النيل في حاجة تانية. موضوع النيل. يعني انت اتصدمت من خمس ايام. طب بعد ما اتصدمت. بعد ما اتصدمت هلنا هو تعمل ايه? الاجراء اللي نهو تعمله. يا جماعة ما فيش اي اجراء جدي بيتاخد طالما الجسوس ما سحبش الانضة بتاعنا. ما لغهاش. هو حد يضحك عليك. هو حد يضحك عليك وقول لك اصلي احنا بنعمل وقع. يعني هو لو لو هيضرب ضرب عسكرية زي من بعض الاوباش اللي هم بيمرسوا القواه ده في مية النيل بيقولوا ما في الاول خالص هيسحب التوقيع بتاعه وسهل جدا انه يسحبه جدا. بس انا بقول لكم هو هيموت. يعني هو نفسه يبني السد اكتر من الاسوب في نفسه. هييموت عشان السد يخلص بلحة. هييموت. عنده من الاسباب الكتير يعني عنده بسلا ان البرلمان ما وفقش. خلو. عندنا برلمان قوي جدا جدا يعني وصح لسه مسألوش بس يقرص وصح برلمان مسألوش أصلا بس ما يعتبر موافقش ما خدش موافقة البرلمان ما عملش استبتاء شعب فنقدر ان احنا يعني يقدر يسحب توقيع وده غير بقى طبعا ان هو ممكن خمس سلاف حاجة يعني يعني يبرر بيها غير الموضوع ده اللي هم كافيين قوي يعني ممكن يتكلم على ان سد السرج ده ما كانش موجود في الاتفاق آآ بعدين برضو في واحد يعني يعتبر خبير اكلمني النهاردة وقال لي ان موجود في البند الخامس من اعلال مبادئ ان هما بعد خمس شهور او في خلال خمس شهور بعد الموافقة هيشوفوا المرحلة اللي بعد كده وده ما حصلش في اعلان المبادئ سقط هو اللي حصل كله ايه ان هو كجاسوس خب كل حاجة فما كانش عاوز يتكلم فاحنا عمارين على ايه ما انتو بجد والله يعني انتو كابت سمعوني انتو دلوقتي انت لجنة ما همش بقول كله عاديو في تل قبيب يعني ووكيد فيه ناس في ماصر برضو ولو عدد قليل طيب ما احنا بنشرب وانت بتشرب بعدين ده في حاجة تانية كمان يعني يعني انت مثلا ممكن مثلا ناكل جبنة ناكل مش عارف ناكل ايه بصراحة من غير مياه يعني ناكل فراخة لكن انت اكلك الرئيسي ببرسيم فانت البرسيم طبعا بيحتاج مياه كتير جدا جدا مش عشان حاجة عشان اليوتيوب ما زعلش البرسيم عشان مغزي يعني وكده فانت هتتأذي اكتر مننا روح حد يكون تحك عليك وقالك ان البرسيم ما بيحتاجش مياه لأ خالص يعني هتعطش وهتجوع هتموت مجوع والعطش فلازم تبقى معانا دلوقتي قالك ان هو هي ودينا في دهيا وقالك ان المفاوضات وحشة وزعل قالك من بيعملوا معنا حاجات مش كويسة طيب حمص ايام انت احنا الوقت بنحسبه بالساعة بالساعة مش بالحمص ايام طبعا احنا كنا التلات اسابيع اللي فاتوا كانوا بتادوا يعني يشتغلوا مصر تقريبا اعلان couples على اسيفيا في اليوتيوب على اليوتيوب يعني 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 اللي عالبته على اليوتيوب قال له خلاص يعني يعني خلاص اهدوا السد في اليوتيوب قبل الله سيبقى الحقيقة ما مش حق خالص بس هدوا سدة اليوتيوب واحد بعث لي من يومين شوية عائل كده ما بقدرش ما بقدرش عارف انا اسمع اسمع مثلا تامر امين واسمعش العائل دي والله فالواد بيقولك ايه ان اثيوبيا حطت اه سواريخ دفاع جوي امريكا حطتها وامريكا هاللات ياللي بتدفع عنها يعني وكده والصين ومشاعدة جديد تبقى ايه نحن نعرف الانباء العسكرية دي من العائل اللي هم بتاع اليوتيوب اللي هم اللي بقدر فيهم بتلاتة ساغل اللي المخابرات عاملها ففي النهاية يعني بعد ما كان بقوله خلاص البتاع والجيش التاسع وكده فدلوقتي بيهيق للناس فكرة فكرة ان اه لا والله اصل امريكا روحت وكده بس احنا مش بس اقول بيقولهم احنا مش سكتين وجيشنا مش هيسكت وكده فالعال برضو بيكمله معادي جدا قالك يعني ما فيش اي اي مصدر عسكري او اي جريدة او اي كده خالص قالت ان امريكا حطت جيش حطت قوات دفاع الجوية عند اسيوفيا خالص خالص والله بس هو قال مش مش كده وزي ما قلنا ايه لا لا البرسين بيخلص ولا الحمير بتشبع لكن ايه المقصود بص من وراء من وراء الاحداث من وراء هذه الكلام يعني ان دي امريكا بقى هنعمل ايه فهم بيعني الاول خالص الرجل تصدم ميصحش خالص ده يعني ايه اللي تتعجلوا معانا ده مفكر انا ايه احنا ولاد ناس برضو احنا بنات عائلات ده ااا اا السيسي مفتحش موق خالص خالص كأن الامر اللي واقبل كل اللي عامله انه ماضى يوي هوي ايه 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 ده انا متحيب بس بيختر في بالي كده انهر اسود لو كان اللي ماضى ده الرئيس مرسى الله الرحمن ده الرجل مضى وبعدين كله متقوله للجسوس وبعدين خيرا جميل الأرض الناس الكويسة ده خف نفسك بقى شوية خف نفسك وبعدين نحن أقل من شهر دخين على رمضان ورمضان في ظهر الكحك فخلص موضوع ده قبل ما تتعكف الكحك والله العظيم احنا ربنا بلانا ما هو ده التطور الطبيعي الحاجة السفلة ما هو التطور الطبيعي الحاجة السفلة مش ويد أوباش يحكموك يزيد 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 لحد في آخر المنتك بقى شو أنت قاعد ساكت وأنت قاعد ساكت يا أخ شكري يا أخ شكري أنت زعلت نتمنى أنت تغلبت على الصدمة بتاعتك نوين تعمله إيه يعني أنت خلاص عارفت خلاص مما بيلعبوا فيه بيلعب بيعملوا معاكوا حاجات مش كويسة خلاص من خمس ايام سيبك أن أنت قاعدت سبع سنين يعملوا فيك حاجات مش كويسة وانت مش أخبالك حاجة غريبة جدا يعني بس أنا أفترض أنت يعني إيه ما كنتش أخبالك ما كنتش مبسوط يعني طيب بعدين بعدين نوين تعمله إيه هتنيله إيه ما فيش أي إجراء بيتاخد قبل ما الجسوس هيسحب عشان بس يا جماعة فيه برضو ناس ما فيش هنا خالص يقول لك طيب ما ممكن يضرب هيضربوا مين اللي يضرب فيه أنت بينك وبينهم معاهدة لازم تسحب الأول وتقول أنا سحبت ليه واحد دا أنت لحد دلوقتي السيسي بيدفع عنهم لحد اللحظة دي لحد اللحظة دي بيدفع عنهم وبعدين بيقول لك ما تخافوش خالص أنا بحللكم الميا وبحللكم الصرف الصحي واللي هو يعني البول والبراز وكده اللي هو برضو بقى البعاءات المتسانن وهيجب مليار من 40-50 مليار لص هنفقدهم وإيه علاقة اللي أنت أخذها لأسف يعني البول دا بتاعنا فلا إحنا باتكلم بقى على الميا اللي هي جاية فين حد السمع السمع الخسيس الجسوس اتكلم كلمة واحدة ذات معنا مفيش خالص لأنه هو هيموت هيفتص عشان خاطر السد يخلص للمرة الميا السد يخلص يبقى المشنقة تلفت حوالي رقبة الشعب ووضة ترفع لولاد خالته طيب اتكلمنا كتير وقلنا كتير قلنا كتير يا جيش الكحك يا جيش الكفتة يا جيش العرة قلنا كتير قلنا كتير يا دولة ويقول لك قص انت بتقوم الفوز طيب رحس الحاجة بقيتش هرفوز رحس الحاجة ايه نشوف نتكلم نشوف بعض بكرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة